ونبقى في بغداد وينضم إلينا منها سيد رعد الإبراهيم المحلل السياسي سيد رعد إذن بتنفيذ قرار البرلمان نستطيع أن نقول إن المشكلة قد انتهت الآن أهلا وسهلا في الحقيقة الآن بدأت الخطوة الأولى من كاركوك بالتتابع مع المحافظات السبعة التي فيها اعتراضات كثيرة باتهامات التزوير هي ليست حلا سريعا للمشكلة ولكنها بداية أولية وأعتقد أنها ستستمر في مجموع تحققها وتكاملها تستمر لمدة شهرين ما حدد اليوم هو ثلاثة أيام فقط لكاركوك وبعد أذن السليمانية المناطق الشمالية ويلحقها صلاح الدين والأنبار هي ليست حلا سريعا وإنما هي بداية أيضا لاعتراضات أخرى لكن سيد رعد هل يتوقع أن يؤثر العد والفرز في هذه المحافظات الست على نتائج الانتخابات أي على طبيعة تشكيل التحالفات التي بالفعل أخذت شكلها النهائي تقريبا بالحقيقة حتى مباحثات التحالفات تقريبا شبه متوقفة وفيها ترقب لاكتمال هذه النتائج والتي يرى جميع المراقبين يجمعون على أنها لن تكون كبيرة تماما ما عدا بدأت اليوم تصريحات من الجانب التركماني في كاركوك يقولون أن هناك أسماء كثيرة سوف تكون لصالح التركمان فيما الجانب الكردي يقول هذا استباق ومراهنة غير صحيحة الأمور قد يتغير مقعد أو أكثر ولكنها سوف تساهم في إطفاء نار فتنة التشكيك بعد حضور القضاة ومراقبين دوليين وأيضا هناك إشراك لموظفي المفوضية السابقين الذين يعرفون باطن أمور وكيفية آلية العمل لكن سيد رعد هناك أنباء تتحدث عن أن مباحثات تشكيل الحكومة القادمة بدأت بالفعل بين الكتل والتحالفات ألا يعد هذا استباقا للنتائج النهائية للانتخابات بعد العد والفرز اليدوي بالتأكيد يعني هذه المباحثات التي سبقت هذه العملية هي تمت بين قوة كبيرة ولكنها تقريبا متساوية بالعدد ليست هناك فروقات كبيرة وهذا مما يسمح بالانتقال والتغير والتصريحات وبالتالي يعني هو هذا التقارب في نتائج الانتخابات جعل من الصعوبة تشكيل الكتلة الأكبر بصورة سريعة دون الحصول على يعني مناصب وما يتبع يعني من يكون رئيس وزراء سوف تسقط من عنده الكثير من المناصب كوزراء ووكلاء وبالتالي نحن في انتظار انتهاء هذه الزوبعة التي لن تهير كثيرا في النتائج ولكنها كما أسلفنا سوف تبرد نار الفتنة ويبدأ العد الحقيقي للمباحثات لتشكيل الحكومة شكرا لك سيد رعد الإبراهيمي المحالة السياسية من بغداد ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة